منذ دخول الثورة التكنولوجية إلى العراق سرعان ما لجأ الكثير إلى استخدامها بالشكل الغير صحيح الابتزاز الالكتروني انتشر بشكل واسع وتطور مع مرور الوقت وخرجت منه عصابات منظمة التغيير التقت إحدى ضحايا هذا الابتزاز بعدما أوقعها شاب في شباك الحب والغرام طلبت منا إخفاء هويتها لأسباب اجتماعية أنا أنت أحب هذا الشخص فش كان يطلب من عندي يعني شنت أنفذ لأن شنت أحبه وشانت علاقتنا أنه زواج بالمستقبل بعدها قام أهددني صور طلب من عندي مقابل أنه يمسح هذه الصور ما يوصلها الأهلي وفضحني طلب من عندي خمسمائة ألف بالبداية أنا انطيته ووعدني أنه يمسح الصور وقال لي أنا مسحت الصور بعدها يعني عافني ووراها شهر اجي همهددني بنفس الصور باحثون وناشطون في مجال محاربة الابتزاز أكدوا أن الأرقام في تصاعد لضعف الثقافة التحصينية وحالة اللامبالات فهدف الابتزاز الألكتروني الحصول على مكاسب مادية أو معلومات وبيانات سرية عن طريق التهديد من خلال الاختراق طبعا عندنا صار عندنا حالات ابتزاز هواية للبنات سببها الحبيب أنه عندها علاقة ويها حبيبها استمرت ثلاث سنوات أو أربع سنوات حبيبها مل منها قام يبتزها بصورها أو هي ناشرة صورها بحسابها حسابها عام وليس برايفت تجي علينا تقول ساعدوني إذا أنت مسوي حسابك برايفت شونو نساعدك طبعا يقدر المبتز يسحب صورت شونو يقدر ينشرهم بس إحنا يعني بحكم القانون جاي نساعد الناس كلها ما جاي نرد كل أحد على العراق وخاصة نينوة الشرطة المجتمعية في نينوة ألقت القبض على الكثير من المتورطين في الابتزاز ووصل العدد إلى العشرات لكنها رفضت الإدلاء بأي تصريح لعدم سماح بغداد لهم بذلك لكن مواقعهم الإعلامية أثبتت أن النساء هم الفئة الأكبر المستهدفة مع تسجيل حالات لتعرض الشباب إلى ابتزاز من قبل فتيات ويرى مختصون أن انتشار البطالة والفقر وعدم الاستقرار قد ساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم إذ أن ما يحدث من جرائم في كل المجالات هو تعبير جلي عن الواقع السياسي بالبلاد الذي يشهد تراجعا في تقديم الخدمات والتنمية وفرص العمل من الموصل قاسم الزيدي التغيير ترجمة نانسي قنقر